أستاذ كمال سلام عليكم أستاذ كمال سلام عليكم أعتبره زكاة رأس مالي أنا اعتبرته زكاة رأس مالي عن السنة اللي أنا اديته فيها الفلوس السؤال الثاني كنت سمعت كده أني بقولك أن لو واحد عمل زنوب جميع الزنوب اللي موجودة في الدنيا إلا أنه كان بار بوالديه يخش جمع هل في حديث عن عن الجزاية دي حاضر حاضر هتأمرك أستاذ جمال طب خلينا جاوب على سؤاله أستاذ جمال عشان ده مهم جدا في الزكاة أنا ممكن أكون مسلف فلوس أو ببيع بالقسط أو عامل جمعية الزكاة لا تخرج إلا على المال اللي أنت تملكه أو لك عليه تصرف يعني إيه يعني أنا النهاردة جيت سلفت واحد خمسين ألف جنيه فالمفروض أن أنا الشهر الجاي هخرج زكاتي هخرج الخمسين ألف جنيه زكاة على الخمسين ألف جنيه لا لأنها مش تحت إيدي مش ملكة تصرفي طيب أنا دلوقتي أعمل جمعية بمئة ألف جنيه فسد أبط الجمعية أول إسم خدت مئة ألف جنيه أبط في إيدي كده مئة ألف جنيه فلما جيت أخرج الزكا حسبت لقيت أنا مصدد أقصات 50 ألف بس هخرج عن المئة ألف ولا الخمسين ألف هخرج عن اللي أنا أمتلكه فعلا اللي أنا أمتلكه فعلا إيه؟ اللي أنا أسدته الخمسين ألف لكن الخمسين التانية أنا لسه لم أمتلكه لإني لسه ما سددشي الأقصات الأستاذ جابل بقى سؤاله مهم جدا قال لي طبص هو سد جزء وفضل 15 ألف جنيه أحسب 15 ألف جنيه دي زكا ليا إذا كان بالمستحق الزكا يبقى ماشي إذا كان نصب وهو متعود على جدا لا يبقى ما تحسبهاش من الزكا اللي عليك واعتبر أن هذا المال لا تملكه ولا تخرج عنه زكا بس عشان فيه لسه بتستسل يقولك إيه؟ بقولك إيه أنا أعتبره من الزكا طب وفرد هو غاني هو غير مستحق للزكا الزكا تخرج للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفرقب أنا أخرج زكا الغاني ليه؟ لا يبقى مش هنفع زكا ما تأثرش في حق الفقراء إذا كان فعلا هو محتاج يعني راجل كان بيجهز بنته فقيره معه وش فلوس ومش قادر هو أصبح مستحق للزكا فيجوز أن أنت تعتبرها أنها ذهبت لسهم واحد من أسهم الزكا ويجوز أن أنت تسقط عنه لكن لو هو مش غني وهو بيمطلك إذن ما تخصمهاش من الزكا الحاجة التانية هذا المال ليس في يدك فلا تخرج عنه زكا معك